بسم الله الرحمن الرحيم رسالة الأولى إلى زوجتي وأولادي فالحمد لله أنت خير زوجة وأشهد الله أني راض عنك وأسأله سبحانه أن يرزقك الصبر والثبات وأن يجمعني بك في مستقر رحمته وأما خديجة وعائشة فهم في معية الله عز وجل تاركهم إلى ربي يربيهم ويرعاهم حيث يشاء رسالة إلى أبي وأمي عندما أقول أبي وأمي أي أمي هدية وجليلة وأبي عبد الله وأحمد فإني أحبكم جميعا في الله وجزاكم الله خيرا على حسن التربية ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وأسأله سبحانه أن يرزقكم الصبر والثبات وأن يجمعني بكم في مستقر رحمته في الجنة رسالة إلى إخوتي رجالا ونساء فأنتم نعم الإخوة ونعم الصحبة وأقول لكم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وسيروا على ما أنتم عليه وعلى ما أنا كنت عليه وهو إعلاء كلمة الله ونصر الدين وأسأل الله أن يجمعني بكم في مستقر رحمته في الجنة جميعا أنتم وأزواجكم وأولادكم رسالة إلى إخواني الإخوان المسلمين فأنتم نعم الصحبة أعنتوني على طاعة ربي وعلى حسن لقائه فجزاكم الله خيرا وأقول لكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وإنما النصر صبر ساعة فنصر الله قريب إن شاء الله ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا وصيتي لكم لا تتخلفوا عن نصرة دين الله عز وجل ولا تيأسوا فإن النصر قريب وأسأل الله أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى من الجنة رسالتي إلى الشباب إخوة الصغار مصطفى أسامى وإخوته أقول لكم أنتم إن شاء الله جيل النصر الذي يمكن لدين الله عز وجل في أرضه فكونوا قدر المسؤولية واستعدوا لها فأنتم إن شاء الله من يحرر أرضنا من الظالمين وتكونوا من جند الله الذي يحرر القدس قريبا جدا إن شاء الله فكونوا قدر المسؤولية وعملوا لها وأسأله أن يجمع بيني وبينكم في مستقر رحمته في الجنة جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله تعالى رسالة إلى أهل قرية الكرام وكل من يعرفني في الداخل والخارج أقول لكم لا تظنوا بي إلا خيرا فأنا والله العظيم بريء من هذا الدم ولم أعرف أي شيء عن هذا الحادث ولكن أنا راضي بقضاء الله عز وجل والحمد لله على كل حال وبريء من أي دم وأنا الآن في هذا المكان بين يدي الله أشهد الله عز وجل أني بريء من هذا الدم سوف أقتص أمام ربي من كل من شارك في قتلي ولو بشطر كلمة أعانى بها الظالم علي وحسبنا الله ونعم الوكيل وعند الله تجتمع الخصوم وترد المظالم وفي نهاية وصيتي أقول لكم لا تنسوني من صالح دعائكم فأنا الآن بين يدي ربي أحوج إلى دعوة خاصة منكم للمغفرة وبلوغ الجنان وفي نهاية وصيتي أقول لكم لا تنسوني من صالح دعائكم فأنا الآن بين يدي ربي أحوج إلى دعوة خالصة منكم للمغفرة وبلوغ الجنان أسأل الله عز وجل أن أكون من الشهداء وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا إلا ما يرضي ربي إنا لله وإنا إليه راجعون ابنكم وأخيكم ويحبكم جميعا في الله سامح عبد الله أبو خديجة